السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا وسهلا بجميع المتتبعي الأوفياء شكرا لكم بزف بزف على الدعم ديلكم المتواصل والهلا يخطيكم عليها كاملين مرحبا أيضا بالمشترك الجدود لأول مرة غديشوفوا القناة نتمنى تعجبكم وتستفدوا منا ما تنسوش ديروا الشراك وديروا اللايك وفعلوا الجرس باش يوصلكم دائما للجديد ما تنسوش أيضا تتابعوني على الانستغرام للمزيد من المعلومات غدي نخلي لكم الرابط في التعليق الأول الفيديو ديال اليوم غدي نقربكم فيه من عدة أعمال ديال معلم أيوب بمدينة الدار البيضاء طبعا مع النصائح مهمة حصرية على القناة ديالي والأتمينة أيضا ولكن قبل ما نبدأ نزلوا لتحت وديروا واحد اللايك ووصلوا لهذا الفيديو من أكبر عدد ممكن من اللايكات أول حاجة غدي نبدأ بيها هي البصامانو أو ما يسمى بالدربوز هاد الخدمة اللي شفتم معايا في هات الصور هي ديال معلم أيوب خدمة متقونا تبارك الله لا من ناحية ديال الدكور ولا من ناحية ديال الجودة بالنسبة الثمن ديال الدربوز سواء ديال اينوكس كامل سواء ديال اينوكس مع الزاج كي بدأ من 800 درهم ولكن كي بدأ يعني كي قطع من كيتحدد على حسب الشكل اللي بغيتي على حسب لشارج ديال هادك الدربوز واش عامر أو لخاوي وبالنسبة النوع ديال الزاج اللي كيتخدم بها الدربوز تقدر تخدمه بزاج طيب يعني طيب وتقدر تخدمه بزاج سطاديب ورانا كون ديال شرحت لكم مشنو هو الزاج سطاديب هو هادك الزاج اللي كيكونو جوز زاجات مجدودين بليفيل بالخيوط من داخل يعني وخاك يتهرس كيب قتابة في بلاسو وما كيتشتتش أما الزاج طيب كيكونته هو صحيح حيث كيكون طايف وحد درجة الحرارة اللي هي عالية كيكون صحيح يعني ماشي سهل انك تهرسه ولكن إذا جات في شي ضربة وتهرس ما كيبقاش تابت في بلاسو هاده هو الفرق بيناتهم أما نوع ديال اينوكس اللي كيتخدم بها الباسامانو الانوكس الحقيقي طبعا ماشي مزوار اللي يدخل فيها في تركيب دياله الحديد كينا السيري آل 304 هاد السيري هادي مزيانة وما كات 16 وهو هي اللي خدمت بها أنا الباسامانو ديالي راكون ديجا شاركتو معاكم وكين اينوكس سيري 316 ها تلتمية وستاش كتكون زايدة على 304 لأنها ضد الرطوبة وخصوصا في المدن الساحلية ولكن زايدة حتى تمان يعني شوية غالية بالنسبة الباسامانو اولا الانوكس اللي كنتستعملوه وسط المنزيل اولا الحمامات يعني اللي كابين دودوش يكفي انك تستعمل 304 يعني اينوكس 304 لأنها ضد الماء ولكن الانوكس في الواجهات كي ما غدي تشوفوا معايا وكانت المدن اللي هي ساحلية بطبع الحال خسكم تستعملوا الانوكس اللي هو 316 لأنه ضد الرطوبة باش ما يوقع له تحاجة وما يتصدلكمش بالنسبة الخدمة اللي كتشوفوا معايا في هات الصوار هي ديال المعلم ايوب تبارك الله عليه ما شاء الله خدمة متقونا بالنسبة الثامن ديال لي كارتكوغ اذا استعملتو الزاج سطاديب ورحنا شرحت لكم الفرق بين الزاج سطاديب وتخمبي معا اينوكس 304 ثمن تقريبي ديالو بين 900 درهم حتى 1000 درهم وكي ما قلت لكم بالنسبة للمدن الساحلية في الواجهات ما كان نصحشي انك تستعمل اينوكس 304 اذا استعملت زاج سطاديب والانوكس 316 ثمن ديالو 1700 درهم يعني تقريبا الدبل يعني كي ما قلت لكم انا شوية انا شوية غالي ولكن ما عندك ما تدير يعني لو كنت في مدينة ساحلية على الاقل غير في البالكون او لا في التراس او للي كنت بغي تستعمل اينوكس في النوافد اما وسط الدار يعني ماشي مشكل انك تدير 304 كنقول لكم هاد النصائح باش اذا خدمتو هاد شي تكونوا عارفي المعلم منيحسب عليكم واحد ثامان تكونوا عارفي النوع ديال اينوكس انا سيري تكونوا عارفي النوع ديال الزاجة يعني هاد المعلومات كام لخصكم تكون فراسكم قبل ما تبدو تخدموا الاينوكس في المنزل ديالكم شوفوا معايا هاد الزاجة فيه الصبلاج كتكون به الخدمة زوينة في التراس وفي البالكون باش اذا ما بغيتوش تبانو لبرة غادي تشوفوا اشكال وانواع متعددة في الفيديو باش انتم متاخدوا فكرة واذا اعجبكم شي شكل تستفدوا منه وتاخدوه وتخدموا عليه غادي نخلي لكم الصور في الانستغرام باش تسهلع لكم العملية بلا ما تسكرينوا من الفيديو دخلوا عندي الانستغرام وغادي نحاول ما امكان نحوط لكم الاشكال كاملة بالنسبة ان عملية تنظيف ديال اينوكس رانا كنت وريتكم وحد الغبرة ديالو يعني كتتنظف به كتدي رفشيفون اللي هو ناشف وكتدووز عليه كي يخرج كي يشعل انا ديرت هذه العملية هدي في المنزل يلي يعني مني كنشوفوا انه بدك يتكرفس يعني كندووز عليه بهذا الغبرة يرجح بحلي يتركب اول مرة دابا غادي تشوفوا معايا الابواب ديال الانوكس وحتى الانتمينة دياله بطبيعة الحل الابواب ديال اينوكس احتى هي بطبيعة الحل كتتخدم بالانوكس ديال 304 والانوكس ديال 316 وغادي نزيد ناكد لكم بالنسبة للمدن الساحلية من الاحسن تخدموه ب 316 وخدت عمان غادي تقمع لكم زايد لانا 304 ماشي ضد الماء وهذا الانوكس هذا ضد الماء ولكن ماشي ضد الرطوبة يعني لكنت الرطوبة بزاف وكانت وكل الانوكس يعني على برا يعني في الواجهة مع الوقت غادي تبدلكم اللون ديالو وغادي يتصدى اشكال رائعة تبارك الله على سي ايوب خدمة متميزة بالنسبة لانواع ديال هاد الابواب كين اللي كيكون العمارة دياله من داخل كيكون زاش كين اللي كتكون العمارة دياله من داخل طولة يعني هاد الانواع اللي كينا يعني ماشي غير تشوفوا الباف ديال اينوكس تقول هادا غلع لي هادا نقص علي يعني خطيك تعرف باش من داخل غادي عمارة غادي دير لك اه وكينا اللي كتكون العمارة دياله من داخل اه 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 بحال فورميكا يا بحال فورميكا ولكن هي غلايدة على الفورميكا ولكن اه شوية غالية وزيدة تامن وحتى هي كتكون هاد ترس بكتكون ضد الرطوبة يعني صالحة في الاماكين اللي هي ساحلية بالنسبة التامن بسداء من الفين درهام الماتر كاري ولكن بطبيعة الحال التامن كيختلف على حسب النوع ديال اينوكس اللي غادي تخدم به كي ما قلت لك واش تلتمية واربعة ولا تلتمية ووستاش والنوع التعميره من داخل اللي يقدير يعني هي اللي كتزيد تحدد لك التامن ولكن خسكم تكونوا عارفين هاد المعلومات باش ملا خدمتي مها اي مألم وعطاك التامن تكون عارف اين نوع ديال اينوكس غادي عمل لك وانا نوع ديال التعميره من داخل غادي يعمل لكم بطبيعة الحال حتى يعني الشكل ديال الباب وليز اكسسوار المستعملين في الباب اراه غادي زيدو اول غادي نقصوا التامن اشكال رائعة ومتميزة تبارك الله على المعلم وانتمنى الفيديو يكون اعجبكم واستفتوا منه اللي بقى عنده شي سؤال مرحبا يخليه لي في التعليق نحاول ما امكان نجاوب على الاسئلة بطبيعة الحال على حسب القدرة والمعرفة ديالي اللي ما مششاركش معايا في الانستغرام غادي نخلي الرابط تشارك لاني غادي ننزل الصور كتزيت تستفيد اكتر وغادي نخلي لكم من رقم ديال المعلم بطبيعة الحال اللي بغا يتواصل معاه كيخدم في مدينة الضربيضاء وخارج مدينة الضربيضاء وشكرا لكم بزيف بزيف ولي هلا يخطيكم عليا وبسلام عليكم فيديو اخر ان شاء الله بحول الله اشتركوا في القناة